وقبل ما استقبل ديوفي في الستوديو خلينا نروح نشوف مع بعض تقرير صورته كاميرا يحكى أنه من داخل مكتبة مصر العامة عن نادوة خاصة لمناقشة كتاب القاهرة مؤرخة مشاهد من ثقافة وتمثيل المدينة عبر الزمن والكتاب ده من إعداد وتحرير وتقديم دكتور نزار السياد تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع مع حضراتكم مرة تاني فكرة كتاب القاهرة مؤرخة جات أساساً من مجموعة من الزيارات عملتها للقاهرة ما بين 2019 و2022 وفي هذه الفترة بالذات اتعرفت على مجموعة كبيرة من الباحثين المصريين خاصة الشباب هو الكتاب جزئين ونتيجة أننا كان عندنا 22 مشارك مؤلف مشارك كان من الصعب أننا نحطم في كتاب واحد فالجزء الأول ركز أساساً على فقرات من تاريخ المدينة عبر الزمن فبنبتدي من القاهرة الفاطمية وبنوصل لغاية العاصمة الإدارية جديدة الجزء الثاني الحقيقة مركز أكتر على مشاهد من ثقافة وتمثيل المدينة في مجالات مختلفة منها الأدب والفن في فصل خاص بزي أهل القاهرة والمصريين بصفة عامة شايفانها أغالباً الناس اللي هي بتدرس المدن من الأكاديميا من مثلاً هندسة أو كده بيبصوها على أنها مخططات بعض الاقتصادين يبصوها على أنها أسواء السوسيولوجيست والجيوجرافرز لهم وكت نظر تانية المرة دي أنا بحاول أشوف القاهرة أهلها شايفينها إزاي من خلال بدرس يعني الأقوال المأثورة الأمثال الأشعار الأغاني وإزاي بتبقى في فترتها وظهورها لها ارتباط بتحول لأن ده النهاردة نوع من الزاكرة بتاعت المجتمع ككل في وقت من الأوقات كانوا بيقولوا الكلام ده الكتاب الحقيقة مهم جداً جداً لأن عدد كبير من العلماء والفنانين اشتركوا فيه من جوانب متعددة من القاهرة والحقيقة فيه معلومات حتى بالنسبة لي جديدة لأنك إنت لما بتقرأ يعني القاهرة مش هينفعلها كتاب واحد فالشابترز أو الفصول اللي موجودة في الكتاب كل فصل بيتناول موضوع وبيدخله بعمق في الواقع طبعاً دكتور نزار السياد قيمة معمارية كبيرة فبالتالي أي ندوة بيقيمها بتمثل إضافة كبيرة للفكر المعماري والفكر الحضاري على وجه عام مما لا شك فيه طبعاً كتب دكتور نزار بتمثل إضافة كبيرة لقيمة الحضارية للتاريخ المصري سواء كان القاهرة السينمائية القاهرة مؤرخة اللي بنحتر الندوة بتاعته النهاردة فمما لا شك فيه جميعاً أدوات دكتور نزار السياد بتمثل قيمة والحقيقة أنا كنت على صلة بمحرر الكتاب السيد دكتور نزار السياد وهو كنت سعيدة جداً أنه رشحني أن أشتغل في المشروع ده مجموعة من الباحثين في منهم الحقيقة باحثين كبار جداً وسواء في مصر أو برا مصر وكمان في مجموعة باحثين من الشباب اللي بيحاولوا بيشتغلوا على مشروع جديد لتاريخ مدينة القاهرة اخترت أن أنا أتكلم على القاهرة في مطلع القرن الثمنتاشر الفترة دي يمكن مش معروف قوي عنها معلومات كتير وكلمت عن القاهرة الإسلامية من خلال مذكرات قنصو الفرنسي كان موجود في مصر وعيش 16 سنة اسمه بنواد وميه وهو بقى حاكلنا عن شكل القاهرة وجوها والعادات والتقاليد والزواج والستات يعني كان حقيقة مصدر تاريخي رائع جداً في فترة وما كانش فيها مصادر تاريخية كتير على مصر في فترة دي وكنت سعيدة طبعاً بالمشاركة وجاء البحث بتاعي في الجزء التاني من الكتاب اللي بيضم 21 مؤلف و21 بحث لهم بما أنه المشاركين من زاوي تخصصات مختلفة أغلبهم عمارة وعمران وتاريخ فأنا باعتبارت خصوص الجغرافيا فحاولت أنه ألتزم وأفيد بالجانب اللي أنا متخصص فيه اللي هو البعد المكاني بعض المكاني سواء في الرقعة المساحية أو في العامل التوبوغرافي يعني التدريس لأن القاهرة محكومة سواء في البحث اللي أنا عملته عن القاهرة الحملة الفرنسية أبل 200 سنة أو في القاهرة القادن 21 محكومة بالظروف التوبوغرافية وبالتالي التدريس مهمة وبحث العوامل الطبيعية وأثارها عن النمو العمراني أحد العوامل اللي بتحكم نموه تجاه النمو في القهرة في المستوى